سيبك بقى من كل حاجة سيبك بقى بص من الفكرة والعظمة والجمال اللي انت شايفه في الصورة ده تمام؟ أجمل ما في مشهد اليوم وتسقيفة كبيرة لمجلس إدارة نادي الزمالك واللي فكر يحط بوكيه الورد على كرسي فادي تحية وتقدير لرحمة الله عليه الكابتن العمري فاروق هاتوا السورة هاي اللي جنب الكابتن محمود الخطيب ثبت عليها هذه اللقطة العظيمة جدا من مجلس إدارة نادي الزمالك تستحق كل التحية مشهد تاريخي والله وجميل والله اللي فكر في الفكرة دي أنا معرفوش بس اللي فكر فيها واللي وافق عليها كمجموعة كلهم يستحقوا التحية ايه ده الاحترام ده ايه الجمال ده والله هو ده نادي الزمالك هي دي الصورة الطبيعية لنادي الزمالك زي ما كانت ودائما وابدا الصورة الطبيعية للنادي الآلي أنا عايفي انها بقول لوقتي كلامني يفرح ويسعد رغم انه هو الطبيعي والمنطقي بس فيه ناس خلوه مش طبيعي ومنطقي الصورة بتاعت بوكيل ورد النهاردة اللي على الكرسي ده مكان كرسي الكابتن العمري فاروق حاجة في منتقه يعني كابتن شام نص نائب رئيس النادي على اليمين والكابتن محمود الخطيب على يساره الكرسي فاضي وفيه بوكي ورد مكان الكابتن العمري فاروق رحمة الله عليه نائب رئيس النادي الوفاة المناية ان شاء الله بإذن الله تبدأ العلاقات عظيمة وكبيرة ورائعة بين الاهل والزمالك والزمالك والاهل دائما وابدا بص الجمال بص الحلاوة يا جماعة السورة الكسرة بكل ورد النهاردة قصرت فيها جدا جدا وانا متخيل انه مجلس النادي الاهلي قدر هذا الامر جدا شايفيني السورة محترمة ازاي يا جماعة والله بجد يعني شايفيني السورة محترمة ازاي بكل تفاصيلها بكل تفاصيلها شايفيني السورة محترمة ازاي شكرا